أنا معلش ما تكلميشت أنا متأسر أوي بالكلام حضرتك حضرتك سؤال دكتور العمال أه لا عندي سؤال صراحة أنا أحب السؤال اللي بدأ بابتسامة خالباً بعنتها بتفجير يعمل على طول بابتاسب فضال يا فنم إنت قلت في المعرض مش هي اللي فيها الكيد واللي هي كذا أنت اللي فشلة قد تكوني قد بس أنت كده جوت قد دي تحمل تشكيك وأنا مبسوطة أن أنت قلت قد عوعة تعميمي تقول مع بعض دكتورة هالة على البشر لا يوجد تعميم في علم الاجتماع لا يوجد تعميم مئة بالمئة تحب تقعد مكاني وتقولها لا لا تكملوا مع بعض شرفني أقعد جنبك لأنا ولا الأستاذة نورة ولا أي حد يعني هي سألت وأنت قلت كلمة قد فايدك الله خلاص يا جماعة ممكن ننزل التتة أسلقات دي تشكيك أستاذ الدكتور عبير عندك سؤال للدكتور دكتور حضرتك شايف أن الكنة فشلة طيب بقي الأدوار الكنة أو الزوجة الابن أو هي الفشلة الوحيدة يعني طب الزوج طب الحمة دورهم إيه في المثلث الغريف ده يعني أو سكت أرد أنا تكلمت على أن الكنة فشلة نعم نعم قد تكون كنا فشلة قديما أصدرت مثل وأخذناك قاعدة منزلة من السماء طيب أنا تكون باقي سليمات أنا كل قد تكون واحدة حضرتك ما كيش دل تعليم نعم بالعكس أنا أرد أنا أرد أنا أعني سؤال بانطلاقا من سؤال الأستاذة نورا ما شاء الله خطبة رائعة جدا ومواعي أنا أتأثرت لدرجة أنها مفيش مناديل كنت ممكن عيط يعني شكرا بسؤال السؤال يعني الموعزة اللي حضرتك ألقتها هنا مش معناها أن المجتمع في مشكلة وأن هناك فعلا ما يسمى بكدي الحموات أنا قلت لك لأ أنا بسأل سؤال واضح بعد الخطبة العظيمة لحضرتك وأنا والله كنت قلبي بيطلع ويخش أوكي هل ده مش معناه أن في مشكلة في المجتمع أن في حاجة اسمها كد حموات لا وما كنتم تقطب ليه؟ موجود بقدر باقس الورد اللي فيها وردة ذبلانة أو صندوق التفاح اللي فيه وحدة خربانة فوراً أنا خلاص سؤالي دكتور هالي عندك سؤال بس بلاش قد بقى قد دي ده أشفات للدنيا طايل عادك سؤالي فنم السؤال منطلق من الأمر أنت قلت في الكلام ابحثي عن طرق لحل ولكز كون أن أنا ببحث عن طرق يبقى أنا عندي مشكلة ومحتاج لها عليك الزرط طب ما دلعنا ونا يعني أنا عندي مشكلة أنا يعنيني يا دكتور محمود في الجلسة دي لا أعزيني سؤال السؤال أن أنت قلت بحثي عن طرق يبقى فيه مشكلة يبقى فيه مشكلة الله يفتعليك قلت حاجة فيه سؤال تاني سؤال جميل رائع ما أنا سألته ما أنا سألته لأستاذ الروم ما خاش جميل أنا أشكرك لأنه هي بتسأله من قلب صافي يا جماعة فعلاً فعلاً الجناح ده غريب جداً بالبعض بيقول حتزعل من سؤالي خلاص لحظة بس لحظة اللي بيسأل هتزعل من سؤالي لا 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 هي نفسيات مثل لما نقول لكينا ستوفي عم يا دكتور محمود جاوب على السؤال تفضل جاوب على السؤال تكرر ثلاث مرات دلوقتي تفضل مش معنى كلامك إن فيه مشكلة تمام أستاذة دكتورة هالة سؤال المحتاج ورائع جداً الله أنت بتقولي أنا ما نفيت عدم وجود المشكلة أصلاً نفيتها معايا دلوقتي تمام لسه حالاً بتقول ليست صفر ولكن هي نسبة أينما وجدنا البشر أينما وجدنا البشر موجودين على فكرة سيختلف البعض منهم مع بعضهم على فكرة لو عايز الدكتورة هالة تقدم البرنامج مكاني هنا وعضي فأنا تحت أمرك ما فيش مشاكل بالعكس بس أنت معايا ولا معاهم لا أنا نفسي بجالة اتنين يا دكتور خلينا أكمل سؤالي بس حضرتك أنا والأستاذة نورة والدكتورة هالة سألنا نفس السؤال بنفس المعنى لك من الصيغة لا بيصيغة سبزازية لا بيصيغة سبزازية كلام حضرتك هنا معناه أن هناك مشكلة حضرتك بنفيتها معايا ومع الأستاذة نورة لا معاك مع الدكتورة هالة قلت آمه وجودة لا بتقولك حسألك سؤال يزعجك لا أنا ما قلت بينما تقولي ما عشاء الله أستاذة نورة تم مش تقولك أنك أنت أزعجتي دكتورة عبيل على الأستاذ حضرتك شايف أن الدراما سواء المصرية أو العربية بتعالج الأمور التربوية بشكل إيجابي هذا السؤال حلوة يعني هديت المشاحنة تتفضل بشكل عام البشر خلينا نتكلم البشر هناك أنماط مختلفة ليس أنا مطواحد هناك مشاكل موجودة بين الأخ وأخته بيتكلموا مصارين البطن بيتخانقوا بس لما نضخم الموضوع كبير جدا ونعمل مشكلة من لا مشكلة هذا اللي أنا ضده بالنسبة لحضرتك أنا بتكلم على الدراما بشكل عام أو على الإعلام من القائمين عليه؟ هل هم أشخاص أصحاب قيم؟ هل هم أكثر ثقافة في المجتمع؟ إن كانوا كذلك ونذق فيهم فسينتجوا دراما ممتازة لكن هم أخلاقهم لا نقتنع فيها والله أعلم ما أبدأ أتكلم كلاما مش سيء يعني هو ردنا على السرد الدرامي إذا هم لا فهناك بعض وسائل الإعلام التي تعتمد على أشخاص بعقليات معينة خرجين جهات معينة سيبثوا السم بالدراما بالدراما وهناك القنوات الملتزمة والإعلام الملتزم يعتمد على تربية حتى تدير يعني إذا لم أساءه للزوب والزوبة والحمفة دكتور عبير هذاك ما كيش علاقة بالدراما دكتور محمود عايزين إجابة قاطعة السؤال كان واضح بشكل عام الدراما التي قدمت سابقا بالفترة العصر السابق كلها كانت تسيء للعلاقات بين البشر والعلاقات الأسرية أستاذة نورة من غير أي إزعاج من فضلك عند حديك سؤال بكفي اليوم تمام جدا طب أنا عندي سؤال هذا السؤال الأخير قبل أن ننزل الجمهور هلتك هنا بتقول وصفت الدراما بأنها كوميديا سوداء طبعا وحضرتك كعالم ومتخصص مع الدكتور هالا والأساذة قلت الدكتور هالا إحنا في العلم ما بنقولش أي لفظ فيه إطلاق هل تعرف حضرتك معنا كلمة الكوميديا السوداء؟ أنا بتكلم ما أعمم على المجتمع أنا سؤالي واضح أنا سؤالي واضح يا دكتور حضرتك هنا وصفت كل فيلم الحنوات الكاذبات هي ركزت حماتي قنبلة زرية الأخير بأنها كوميديا سوداء ما معنى كلمة كوميديا السوداء؟ ما أقصد أنا ما أقصد بكلامي أنها اعتمدت على بعض السلوكيات السيئة السلبية في المجتمع وضخمتها وعملت منها مادة وقدمتها للجمهور على أساس هذه هي الأساس ففهمت الناس أنه يا كنا بس روحي راح يطلع لك البعبع من الركز هل ركزت على العائلة السعيدة اللي فيها حب العائلة المتكاملة؟ لو قدمت هذا الطبيعي ما حد راح يتفرج عليها لأن الواحد راح تلتفت يمين ويسار وشوف عائلته السعيدة فبدلا ما يشوف التلفزيون لكن لما نركز على الشاذ والسلبي راح نجلس حتى نشوف ما المختلف عننا لكن المختلف سيء وبعض الناس أخذوا صورة ذهنية وأخذوا قدوة وصاروا يتعاملوا معه على أساس لكن هل يوصف ده بأنه كوميديا سوداء؟ أنا وصفته فإذا كان ما تلأم مع وصفكم الألاميين فهذا خاص فيها لا مش الإعلاميين يا فنديم مع قوانين الدراما هذه الأفلام ليست منها الكوميديا السوداء ممكن كان كمستلح من السوداء ولأنها الكوميديا الفرس كوميديا المعتمدة على المفارقة لكن مش كوميديا السوداء هذا تخصصك أنا ما أعتقد بشكرك جدا على كل حال خلونا نشوف